شهر رمضان الجاميل الفجأة جري مننا السنة دي ما عرفش ازاي جري مننا فأوله رحمة وفاصته مغفرة وفأخره عادق من النار مش بس أخره عادق من النار وبنقعد نركز بقى ونركز في الترويح عشان نلحق نختم القرآن ده كمان هي الليلة اللي هي يعني من أجمل الليل الليلة اللي تجري عشان نعرف فضلها ونعرف حكايتها ونعرف كفصيل أكتر عنها وسعني أن يكون معي فضلت الشيخ فتح زياد البيعية الإسلامي منورني يا فتح أهلا وسهلا يا محمد الله يبرك فيه طبعا نعرف فضل العشر الأواخر من شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد منى الله عز وجل على غاذه الأمة برمضان فقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فلقد أكرم الله عز وجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم برمضان ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وخصوصا في الأواخر من شهر رمضان كان النبي له علاقة خاصة بينه وبين الله تبارك وتعالى فلقد خرج الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي العشر الأواخر من رمضان والسيدة عائشة رضي الله عنه وأرضاه تقول كما في الحديث الذي خرجه المام النسائي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله أو قام ليلة كاملة حتى الصباح أو صام شهرا كاملا إلا في رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم له في العشر الأواخر من رمضان حال مع آل بيته ومع زوجاته رضوان الله عليهم فكان النبي إذا ما دخل شهر رمضان العشر الأواخر أحيى النبي صلى الله عليه وسلم الليلة وشد المئزر وأيقظ أغله ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه المام البخاري سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن وفي رواية ماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحب الحجر وفي رواية أيقظوا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة أو عارية في الآخرة فعلاقة النبي أحيى النبي الليلة شد المئزر بكناية عن استعداد النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة والإقبال على الله رب العالمين وطرك الدنيا كي أطعز وأعتبر وأتمثل برسول الله الذي قال ربنا لنا لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فأنا كمسلم أتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أن أحيى العشر الأواخر بقراءة القرآن بالاستغفار بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهجد بقراءة القرآن بالتدبر بالتسبيح بكل أعمال الخير لأن في هذه الأيام ليلة هي عند الله أفضل من كما قال ربنا من آلف شهر إليه ليلة القدر التي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في العشر الأواخر كان يقول الحديث عند البخاري تخيروها في العشر الأواخر وأجمل النبي كي يكون المؤمن في علاقة مستمرة مع الله في العبادة والطاعة فضلت الشيخ يعني حددك بتقول هو عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو الليلة إيه تخيروها هل ده معناها أن هي نتخير أي ليلة كده في العشر الأواخر أم لا هي فعلا ليها علامات كده معينة وليها دلائل كده معينة النبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروها في العشر الأواخر وفي رواية عند البخاري النبي حدد وقال تخيروها في الوتر من العشر الأواخر الأيام الفردية ليلة 21 23 25 27 أو 29 واختلف العلماء في هذه الليلة ترهي أي ليلة من هذه الليالة على مسألة من الخلاف ولكن ما علي جموع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر العلماء أنها في ليلة السابع والعشرين اللي هي الليلة بتاعت النهاردة إن شاء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الليلة خير من ألف شهر أكثر وأفضل من عبادة 83 سنة وقصور يتعبد بغى الإنسان لله رب العالمين ولما؟ شمعنا هذه الليلة هي أفضل من ألف شهر شمعنا هذه الليلة أفضل من 83 أنزل فيها القرآن الله يفتع عليك أنزل فيها القرآن وما أدراك ما القرآن أيها المسلم ما أدراك ما القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى حينما ميز وفضل رمضان الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كان أولا يقول شهر رمضان الذي فرض فيه الصيام لأن رمضان صيام إنما يكرم هذا الشهر بالقرآن فيقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لازم نكرم القرآن في هذا الشهر القرآن يا سيدتي 114 صورة القرآن 636 آية بعد القفيين 6666 آية بعد غير القفيين 77439 كلمة نزل من اللوح المحفوظ إلى البيت العزة في السماء الأولى ثم نزل من السماء الأولى من بيت العزة على قلب رسول الله بواسطة جبريل في 23 سنة على حسب المواكف والأحداث التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر هي من أعظم الليالي ولذلك ستنا عائشة رضي الله عنه وارضاك بالإسأل النبي يقول له يا رسول الله لو صادفتني هذه الليلة ماذا أقول أقول إيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنه يا لها من ليلة يتجلى ربنا سبحانه وتعالى على خلقه وعلى عبيده يطلبون العفو والمدد والكرم والمنزل والكرام والعتق من النرام من رب الأرباب ويقول الله عز وجل لملائكة يا ملائكة أشهدكم بأني قد غفرت لعبادي يا لها من فضل يا له من فضل ويا لها من ليلة عظيمة الله يقول فيها سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الليلة تتنزل الملائكة إلى الأرض حتى أن الأرض كادت تضيق بالملائكة ولذلك يقولوا القدر التعظيم أو التضييق ولماذا التضييق إن أنزنوا في ليلة القدر سمي بالقدر لأن الأرض تضييق بالملائكة من كسرة الملائكة التي تتنزل من السماوات إلى الأرض فضلت الشيخ طبعا بيقوله لما بيشتد البلاء على المسلم من فضلت أكثر الاستغفار وأيضا تطلب العفو أنا عند ربنا فإحنا طبعا عايزين نطلب العفو هذه الأيام الكريمة عايزة أتكلم عن فضل الصداقات في العشرة الأواخر وبالذات في ليلة القدر لأن أنا سمعت إنه لو الشخص هو مش واخد بله وتصدق فيه الليلة ديت بتكتب له حسنات وبتكتب له سواب عظيم جدا هالكلام ده مزبوط؟ هذه ليلة ميزها وفضلها ربنا عز وجل بأن فيها تكتب مقادير العباد السعداء الأشقياء المهمومون الغير ذلك هذه ليلة تقدر فيها الأعمال تنزل من اللوح المحفوظ إلى خلق الله عز وجل بوسطة الملائكة فالله تبارك وتعالى في هذه الليلة التي ميزها وقال إن أنزلناه في ليلة القدر جعل ربنا عز وجل هذه الليلة الصدقة فيها لها أجر عظيم الفعل الصالح الفعل الطاعة القربة كيام الليل التهجد قراءة القرآن لها منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى ولكن لا تميز هذه الليلة بفعل معين إنني أطلع صدقة بتاعتي في ليلة القدر لا أو إنني أقول حريص إن أنا أفعل فعل معروف في هذه الليلة وفقط لا ولكن أنا أفعل المعروف في باقي الأيام في باقي السهور في كل الأيام ولكن هذه الليلة ميزها ربنا بالقرآن فأولى بي أن أعيش مع القرآن في هذه الليلة أولى أن أتأسى برسول الله وأن أطلب المدد من الله تبارك وتعالى أولى إن أنا أبحث عن فعل الخير ويكون كده يعني من الذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله فالإنسان على قدر ما يغرس هذه الغرسة اللي غرسة الإيمان غرسة الطاعة غرسة الصدقات البر التقوى الإقبال على الله على قدر ما يكون حاله ومنزلته عند الله تبارك وتعالى وعلى قدر ما يكون مكانته بين الناس فإذا أحب الله عبدا نادى في جبريل وفي السماوات العلى بأن الله تبارك وتعالى قد أحب هذا العبد فأحبوه فيحبه آل السماوات ثم ينادي جبريل على أغل الأرض يا أغل الأرض إن الله تبارك وتعالى قد أحب فلان فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض القبول بإيه؟ بالطاعة بالإيمان بالإقبال على الله بالصدقات بقراءة القرآن بالبكاء من خشية الله بالتدبر في الكون بالتدبر في كلام الله تبارك وتعالى بالإقبال كحالي ووجداني ومشاعري على الله رب العالمين لأن أبتغي الأجر والسواب في هذه الأيام المباركة المهم يا أستاذة في هذا الموقف مش العمل المهم أنني يكون عندي كده يقين بأن الله سيتقبل مني الله تبارك وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين ودي حاجة مهمة جدا للشباب لأنه فيه شباب كثير جدا بيبعون عملوا زنوب وبعدين يقولوا إيه الصنة لو صليت ولا عملت كده رب العالمش هيتقبل مني بعنهم يأس الله تبارك وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين هذه الآية أولا تجعل المؤمن الذي يطيع الله ويتعبد الله على وجل كما قال سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يلئكون بعد العمل أشده اهتماما من العمل لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين يا ترى لقد صمت رمضان وقمت رمضان وقرأت القرآن وفعلت الطعام يا ترى هل تقبل الله مني أم ردني سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول في مثل هذه الأيام من المقبول منا ومن المردود من المقبول حتى نهنيه ومن المردود حتى نعزيه ونقول عزم الله أجرك في مصيبتك الإنسان على وجل يطرغ القبل الله أمر الدني الله ولكن الله تبارك وتعالى يفتح بابه إلى كل عباده مهما كان الحال مهما كان العبد مهما كان بعده عن الله مهما كان قربه من الله الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية التي تسمى بأرج آية في القرآن يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والله يقول عبدي إن كنت بالغدر موصوف فأنا بالجوذ معروف وإن كنت بالغدر معروف فأنا بالبر موصوف فالإنسان يقبل على الله يعمل العمل ويعلم بأن الله تبارك وتعالى سيعطيه الأجل والسواب والمنزلة سيدنا عمر بن عبد العزيز ببلور رمضان وصلاة العيد ببلورة غريبة جدا بعد ما اجتمع الناس في صلاة العيد يقول لهم أيها الناس لقد صمتم سلسين يوما وكنتم سلسين يوما ثم بعد ذلك خرجتم إلى الله في غاد المشهد تطلبون من الله أن يتقبل هذا العمل أنا في صلاة العيد في هذا المشهد الرباني بعد رمضان أنا حريص إن ربنا يتقبل صيامي أنا حريص إن ربنا يتقبل قيامي أنا حريص إن ربنا يتقبل قراءة القرآن أنا حريص إن ربنا يتقبل قول لأعمالي في رمضان كإني بقول لربنا يا رب لقد قلت لنبيك وقال نبيك لنا فأروا الله من أنفسكم خيرا فانكتغات يا ترى هل العمل هذا الهمل سيضيع هباء هذا العمل سيضيع هباء منصورة أم أنك رب كريم رب جواب رب غفار رب ينادي على عبيده وعلى خلقه يا عبادي اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم رمضان وغاديه الأيام والعمل يجعل إنسان دائما وأبدا يطمع في عفو الله وفي كرم الله وفي رضا الله ويعلم بأن الله تبارك وتعالى سيعطيه وسيجزيه الخير إن شاء الله رب العالمين يمكن في العشر الأواخر بعض الشباب وبعض الناس بيفضلوا الاعتكاف في المساجن أداب الاعتكاف لأنه مؤخرا بقينا نشوف حاجات كده ما طلقش بشكلنا كمسلمين ولا بالإسلام ولا حتى الحرم والجامعة لهم بيبقوا عدين فيها الاعتكاف سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن الاعتكاف وعلمنا علماؤنا بأن الاعتكاف هو المكس في المسجد بنية التعبد أنا بتعبد لله رب العالمين زغبت إلى المسجد واعتكفت في المسجد علي أن أطلق الدنيا وأشتغل بالطاعة والعبادة لا أشتغل بالبيع ولا بالشراء ولا بالغيبة ولا بالنميمة ولا بكلام الناس ولا بحياة الناس ولكن أنا منقطع في هذه الليالي لله رب العالمين كأني بتجرد لله رب العالمين كأني بحقق مقول السيدنا علي رضي الله عنه أرضاه لما كان يكف في محرابه متعبدا لله قابضا على نحيته وينادي على هذه الدنيا قائلا يا دنيا يا دنيا غري غيري فلقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها فعمرك قصير وخطرك عظيم آهل من قلة الزاد وبعد الصفر ووحشة الطريق أنا منقطع في هذا المسجد للعبادة لله تاركا للدنيا بما فيها مقبلا على الله جعل الآخرة قدامي بل تزم بالأداب لا بيع ولا شراء ولا غيبة ولا نميمة إنما كل وقت في المسجد قراءة قرآن استغفار بكاء تدبر طاعة وذكر وصلاة وتهجد وقيام لله رب العالمين فضلت الشيخ فتح زيادة الداعية الإسلامي نورتني النهاردة ومشكرة جدا شكرا للمشاهدة ومشاهدة للمشاهدة للمشاهدة شكرا للمشاهدة